شرت شموس الهدي بالكلمات فانارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين الشعائر الفاطمية تمثل مفردة هامة من مفردات الشعائر الدينية ومن الضروري علينا جميعاً أن نهتم بإقامة هذه الشعائر بإسنادها بمختلف أنواع الإسناد الذي يتمكن أن يلبس الملابس السوداء في هذه المناسبة يفعل ذلك والذي يتمكن أن يشارك في المآتم التي تقام بهذه المناسبة في أيام جمادة الأولى وجمادة الثانية يقوم بذلك يقوم بذلك والذي يتمكن أن يقيم في بيته مأتماً باسم الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها يقوم بذلك يقوم بذلك والذي يتمكن أن يشارك في المسيرات التي تنطلق بهذه المناسبة الأليمة يفعل ذلك والذي يتمكن والذي يتمكن أن يطبع الكتب التي تتحدث عن حياة الصديقة الكبرى صلوات الله عليها وعن مقاماتها وعظمتها عند الله يفعل ذلك إلى غير ذلك من أشكال الدعم والإسناد لماذا ينبغي علينا جميعاً أن نحيي هذه الذكرى وأن نحيي هذه الشعائر أذكر في هذه العجالح ثلاثة منطلقات المنطلق الأول أن أحياء هذه الشعائر يمثل مظهراً من مظاهر المودّح في القربة مئة وأربعة وعشرون ألف نبي حملوا رسالة الله سبحانه وتعالى إلى البشر وتحملوا مختلف صنوف الآلام والمشكلات في سبيل تبليغ هذه الرسالة ولكننا لم نجد فيما بلغنا من التاريخ أن أحداً منهم طلب أجراً على تبليغ رسالته كَانَ مَنطِقُهُمْ جَمِيعًا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ نبي الله شعيب كان هذا منطقه نبي الله صالح كان هذا منطقه نبي الله نوح كانت هذه هي الكلمة التي قالها لقومه نبي الله لوط كان هذا هو منطقه نبي الله هود على نبينا وآله وعليهم الصلاة والسلام كان هذا هو منطقه وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ أَنَا لَا أَتَوَقَّعْ مِنْكُمْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَكِنْ فِي تَارِيخِ النُّبُوَّاتِ وَالْرِسَالَاتِ الْإِلَهِيَّةِ نَجْدُ إِسْتِثْنَاءً وَاحِدًا فَقَطْ فِي مَا بَلَغَنَا وقد تمثل هذا الاستثناء في شخص خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله النبي صلى الله عليه وآله طلب الأجر على تبليغه وهدايته لهذه الأمة وإنقاذه لها من الظلمات إلى النور وما أعظم حق النبي صلى الله عليه وآله على هذه الأمة بل على هذه البشرية جميعا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لقاء هذه الأتعاب وهذه الآلام وهذا التبليغ طلب أجرا واحدا القرآن الكريم يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة هذا هو الأجر الذي طلبه رسول الله صلى الله عليه وآله طبعا هناك آية أخرى تبين أن فائدة هذا الأجر المطلوب تعود إلى الأمة ذاتها الله تعالى يقول في آية أخرى اللسان نبيه الأعظم صلى الله عليه وآله ما سألتكم من أجر هذا مثل أنه المريض يراجع الطبيب الطبيب يقوم بمعاينته وفحصه ثم يكتب له وصفه وعندما يسأله المريض ما هو الأجر الذي أقدمه لك يقول الطبيب أنني لا أسألك أجرا إلا أن تعمل بما في هذه الوصفه الطبية هذا أجر تعود فائدته إلى نفس المريض قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة ما سألتكم من أجر فهو لكم أنتم المنتفعون وأنتم المستفيدون من المودة في القربة من أين نعرف أن المودة موجودة؟ يمكن واحد يقول أنا أود النبي صلى الله عليه وآله وأود قرب النبي صلى الله عليه وآله المودة موطنها القلب محلها القلب المودة تحتاج إلى مظهر إذا لم يكن للمودة مظهر فكيف نكتشف وجود هذه المودة؟ العلماء يقولون المودة هي المحبة المظهرة الحب يجب أن يظهر عندما تقول أنني أحب النبي صلى الله عليه وآله أود النبي صلى الله عليه وآله أود الصديقة الزهراء صلى الله عليه وآله هذه المودة تحتاج إلى مظهر إذا لم يكن هناك مظهر فهذا يعني أن المودة غير موجود المظهر مظهر المودة كيف يكون؟ مظهر المودة طبعا المودة عندما تكون في درجاتها الرفيعة فإنها تغلف كل حياة الإنسان ولكننا نذكر بعض مظاهر المودة عندما يكون له بنت يسميها زهراء أو يسميها فاطمة عندما نريد أن نسمي شارعا نسمي هذا الشارع باسم الزهراء أو باسم فاطمة الشخص الذي لا يسمي بنته بزهراء أو بفاطمة أو باسماء أهل البيت صلى الله عليه هناك عوائل كبيره ينقل أنه لا يوجد فيها لا في رجالها ولا في نسائها اسم من أسماء أهل البيت صلى الله عليه إذا العائلة لا يكون فيها اسم من أسماء أهل البيت صلى الله عليه إذا الشوارع لم نجعلها بأسماء أهل البيت إذا لم نكتب كتبا حول أهل البيت إذا في مناهجنا التي تدرس في المدارس لا نتحدث عن أهل البيت في بعض المناهج يتحدثون عن فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز ولا يتحدثون عن فاطمة بنت خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله إذا في إذاعاتنا وتلفزيوناتنا وقنواتنا الفضائية وصحفنا وكتبنا لم نذكر أحاديث أهل البيت فأين هي المودة؟ كيف تكون هناك مودة ولا يوجد لها مظهر؟ إذا فقه أهل البيت لم يدرس في كلياتنا وجامعاتنا أين تكون المودة؟ المودة تحتاج إلى مظهر وهذه هي مظاهر المودة إذا لم نحتفل بميلاد الزهراء صلوات الله عليها إذا لم نحتفل بذكرى شهادتها في أيام جمادة الأولى وجمادة الثانية فكيف يمكن أن ندعي أننا نحبها ونودها؟ إذا الضرورة الأولى التي تفرض علينا إقامة الشعائر الفاطمية هي أنها تمثل مظهرا من مظاهر المودة في القرب الضرورة الثانية التي تفرض علينا الإهتمام بإقامة هذه الشعائر وإسنادها بمختلف أنواع الإسناد والدعم هي أن هذه الشعائر، هذه المآتم، هذه المجالس تمثل إحدى الضمانات الأكيدة لحفظ هويتنا ولحفظ كياننا نحن الآن نعيش تحدي حضاري كبير هذا التحدي الحضاري كان دائما وكان في كل وقت ولكنه الآن مزود بقوة لم تتح له في يوم من الأيام على مر التاريخ ألوف القنوات الفضائية الصحف، المجلات، الجرائد، شبكات الإنترنت هذه كلها توجه إلى أمتنا، إلى مجتمعنا، إلى شبابنا، إلى أولادنا حتى تسلب منهم هويته كيف نتمكن في مواجهة هذا التحدي الحضاري، الثقافي أن نحفظ هويتنا، أن نحفظ أصالتنا إحدى العوامل المهمة في حفظ الهوية هي هذه الشعار وهذه المجالس إن تقارنوا بين فردين، فرد نمى في هذه الأجواء وفرد بعيد عن هذه الأجواء الفرد الذي ينمو في هذه الأجواء في أجواء خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله في أجواء أمير المؤمنين، في أجواء الصديقة الكبرى، في أجواء أمة أهل البيت صلى الله عليه وآله وأيام طفولت عندما فتح عينه، فتح عينه على أسماء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إلى الإمام المهدي صلى الله عليهم أجمعين هذا الذي ارتبط بهذه الرموز من الطبيعي أن يرتبط بهذه الحضارة من الطبيعي أن يحمل أصالة تشده إلى هذه القيام، تشده إلى دينه، تشده إلى حضارته، تشده إلى تاريخه ولاحظوا شخص بعيد عن هذه الأجواء، الفرق بينهما واضح هؤلاء الذين نموا في هذه الأجواء حتى عندما ذهبوا إلى البلاد الغربية التي يكون فيها التحدي الحضاري على أشد، هؤلاء حافظوا على هويته، ما ذابوا في تلك المجتمعات بل كانوا كثير منهم حملت لواء الدين والفضيلة والقيم في تلك المجتمعات لأن هذه الرموز أعطتهم الأصالة وحفظت لهم هويتهم إلى هذه الأيام، إلى هذه الأعوام، تجدون أن تلك المجالس وتلك المآتم وتلك الشعائر تقام في تلك البلاد بينما الأفراد الذين عاشوا بعيدا عن هذه الأجواء، كثير منهم فقدوا هويتهم وأصالتهم عندما الفرد يفقد هويته، يفقد أصالته، لا يخسر آخرته فقط، وإنما يخسر دنياه أيضا لاحظوا هذا الشاهد، وما أكثر هذه الشواهد؟ أب وأم عندهم ابن، المفروض أن هذا الابن يكون مفخرة لهذه العائلة أن يشد أزر أبيه وأمه عندما يكبر، ولكن بدل ذلك لأن هذا الشاب عاش في تلك الأجواء الأجواء المضاد، أجواء القنوات الفضائية الهابطة وإذا بهذا الشاب ينحرف، ويبتعد، ويصبح آراً على والديه في بلده قلب الأب وقلب الأم لم يعد يستطيع أن يتحمل مشاهدة هذا الشاب لاحظوا الفرق الكبير بين أب وأم، يفتخر بولده، بابنه، ببنته، وأب وأم يفجعان بولدهما هذه فجيعة، الأب والأم لم يستطيع أن يشاهد وجود هذا الشاب يعني ابتعد كثير، واضطر هذان الأبوان أن يهاجر من ذلك البلد إلى بلد آخر حتى لا يعيشون في بلد يعيش فيه ابنه لاحظوا الفرق بين هذا وبين ذلك روحوا إلى السجون لاحظوا هؤلاء الذين أدمنوا المخدرات هؤلاء السراق، هؤلاء القتل تجدون أن الغالبية منهم لم يعيشوا في هذه الأجواء الذي يعيش في أجواء أهل البيت صلوات الله عليه في مجالس أهل البيت، في مواكب أهل البيت لا يمكنه عادة أن يكون قاتلاً أو يكون سارقاً أو يكون مفسداً في الآرض أنبل القيم الإنسانية تتمثل في الذين يعيشون أجواء أهل البيت صلوات الله عليه إذن الضرورة الأولى هي الضرورة الدينية أنها مظهر من مظاهر ودك لذي القرب الضرورة الثانية هي الضرورة الاجتماعية والضرورة الحضارية وهناك ضرورة ثالثة نشير إليها على نحو الإجمال نحن نعتقد أن وراء المعادلات الطبيعية توجد هناك معادلات غيبية هذا الكون لا يتلخص في المعادلات الطبيعية توجد هناك معادلات غيبية توجد هناك إرادة ربانية قاهرة الارتباط بأهل البيت الارتباط بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين الالتجاء إليهم التوسل بهم هذا مفتاح مهم من مفاتيح تلك المعادلات الغيبية أنا أذكر لكم بعض النماذج وما أكثر هذه النماذج التي نشاهدها ونسمع بها في كل يوم أذكر لكم بعض النماذج ابن المحدث القمي الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه يقول سألت والدي هذا كتابك مفاتيح الجنان لماذا له هذه الجلالة مفاتيح الجنان لعلكم قل أن تجدوا بيتا من بيوت أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم ولا يوجد فيه هذا الكتاب عندما تذهبون إلى العتبات المشرفة في النجف الأشرف في كربلاء في الكاظمية في سامراء في سوريا في مشهد وحتى في مكة والمدينة وغيرهما تجدون مفاتيح الجنان له حضور متميز بعد القرآن الكريم سألت والدي لماذا هذه الجلالة لمفاتيح الجنان مع أن كثير من كتب الأدعية كتبت فقال والدي لأنني الشيخ عباس القمي رحمه الله قال لأنه بعد أن أنهيت كتابة هذا الكتاب أهديت ثوابه إلى الروح المطهرة للصديقة الزهراء صلوات الله عليها هذا الارتباط كان هو العامل في هذه البركة الزهراء صلوات الله عليها من ألقابها أو من أسمائها المباركة هي مباركة في كل أبعادها وكل ما يرتبط بها يكون مباركا وجعلني مباركا أينما كنت هذا بعد من الأبعاد الغيبية القضية الثانية رجل من المجاهدين في سبيل الله حكم عليه بالسجن ثمانية أعوام من قبل حكومة جائرة بعد مرور عام ضاق قلبه بهذه الأجواء التي يعيش فيها أجواء السجن وأجواء التعذيب وأجواء الإهانة ضاق ذرعا بهذه الأجواء وفجأة خطر في بالح ورد يقرأ للنجاة من المشكلات كل واحد مننا يعيش مشكلات طبيعة هذه الحياة طبيعة المشكلات ولكن الله تعالى جعل طرقا طبيعية وأخرى غيبية للخلاصة من هذه المشكلات فأخذ يكرر هذا الورد اللهم صلي على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك هذا الورد يكرر خمسمية وثلاثين مرة كان كان قد بقي سبعة أعوام من المد المقررة وبعد أن قرأ هذا الورد واستغاث بسيدته ومولاته الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها لم تمضي ساعتان وإذا بقرار الإفراج عنه يصطر ويخرج من السجن القضية الثالثة رجل تزوج ولم يرزق ذريه وكلما تردد على الأطباء وعلى المستشفيات لم يجد العلاج إلى أن فكر في الذهاب إلى بلد آخر لأنه في ذلك البلد الآخر يوجد هناك مجمع طبي رخم لعلاج هذه الحالات سافر إلى البلد الآخر وظل مدة هناك وأشرف الأطباء على علاجه وفي اللقاء الأخير قال له الطبيب لا فائدة من المحاولة لا تحاول بعد ذلك الأمل مفقود الأمل ربما ينتهي بالمعادلات الطبيعية ولكن أمل المؤمن يظل قويا بالإرادة الإلهية القاهرة والقادرة سبع سنوات كانت قد مضت على زواجه هذا الرجل أنا أعرف كثير من الأفراد بعد أعوام طويلة من زواجهم توسلوا بأهل البيت صلوات الله عليهم الله تعالى يقول وابتغوا إليه الوسيل لا عجب أن يكون نظر هؤلاء عناية هؤلاء سببا للشفاء المسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه يقول كما في سورة آل عمران وابرئ الأكمه والأبرص المسيح كان يبرئ الأكمه الذي ولد أعمى كان يبرئ الأبرص ويحيي الموتى بإذن الله هل تستكثر ذلك على رسول الله صلى الله عليه وآله رسول الله أفضل من عيسى المسيح قطعا هل تستكثر عليه ذلك وهل تستكثر على بضعته ذلك فاطمة بضعة من روحي التي بين جنبي أم أبيها أنا أعرف كثير من الأفراد توسلوا بأهل البيت بعد سنوات الله سبحانه وتعالى كشف ما بهم من كار هذا الرجل عاد من ذلك البلد وهو محطم الفؤاد وكان يناجي مولاته فاطمة الزهراء صلوات الله عليها ويقول لها وهو في الطريق الأطباء ردوني ولكن هل تردينني أنت أيضا الباب الطبيعي أغلق ولكن أبواب الغيب لا تغلق يقول هذه الكلمات طوال الطريق ويبكي عاد إلى وطنه ولم تمض فتره وإذا بمعالم الحمل تظهر على زوجته وولدت طفلا سويا من هذه القضايا وأمثالها بالمئات وبالألوف توجد في بطون التاريخ وفي الواقع القائم الحاضر عندما جاء الوباء إلى كربلاء وقد ذكرت هذه القضية في مقام آخر ولم يبقى هناك بيت في كربلاء قبل ربما حوالي مئة عام إلا ودخله الوباء ولكن كان هناك بيت واحد في كربلاء لم يدخله الوباء وكان يشار إلى هذا البيت ويقال إن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي لم تخرج منه جناز بعض البيت انتهى الأفراد الذين كانوا فيها لم يبق منهم ولا واحد ولكن هذا البيت هو البيت الوحيد الذي لم تخرج منه جنازة هذه الكلمة كانت مشهورة لأنهم في كل يوم كانوا يتوسلون بالصديقة الزهراء صلوات الله عليها وأبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرين طبعا هذه التوسلات هذه المجالس هذه المآتم هذا التوجه طبعا له آثار كبيرة في حياة الإنسان في ذرية الإنسان في آخرة الإنسان في مختلف النواحي في هذه الأيام أيام جماد الأولى وأيام جماد الثانية ينبغي أن نحتفي بذكرى شهادة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها نسأل نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وأن لا يحرمنا من هذا الفيض العظيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لا تضعوا حدا وإنما وإنما حاول ونحاول أن نبدل كل ما في استطاعتنا لهذه الصفوة المباركة التي جعلها الله تعالى الوسيلة إليه وأمرنا جميعا بأن نبتغي الوسيلة إليه تعالى وابتغوا إليه الوسيلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهات فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقات بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر